تعد مدينة كربلاء في جنوب العراق وجهة اساسية كل عام لملايين الزوار لاحتوائها على العديد من المقامات الدينية الشعية البارزة لكنها ايضا موقع مهم بالنسبة لمحبي نرجيلة وذلك لابقائها على حرفة صناعة الهياكل الخشبية للنرجيل على قيد الحياة ويشكل البكار صلة الوصل بين رأس النرجيلة المصنوع من الطين والقاعدة الزجاجية حيث توضع المياه ويجري وصل القرطوم لسحب التبق ويطلق على الحرافي الذي يقوم بصناعتها اسم الجراخ محمد باقر واحد من اخر الجراخين الذين يحافظون على دوام هذه الحرفة القديمة وهو يصنع ما معدله عشرين بكارا في اليوم رغم الجهد الجسدي الشاق الذي يتطلبه حفر التصاميم يعني المناطق الجنوبية اللي يسحب عليها كلش قوي لانا المنطقة حارة من تسعد من بغداد الى الفوق يعني الشمال يستخدمون الحديد لانا الجو يساعد على الشسم هذا الجو حار فيتبلل الخشبة يبللوها بالاستعمال فيصير الدخان بارد والتنفس الجراخون الصعاداء بعد اغلاق المقاهي لثلاثة اشهر بسبب وباء كوفيد تسعة عشر وارتفع الطلب بشكل مباشر على هياكل النراجيل الخشبية بعد تلك الفترة في السوق المحلية كما في السوق الخارجية اشتركوا في القناة